السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم روضة النعيم مع كتاب رب العالمين وما زلنا مع صورة مريم في هذا الحوار العظيم الراقي الذي كان بين خليل الله بين إبراهيم الخليل عليه صلاة الله وسلامه وبين أبيه آزر ووقفنا عند الآل الوحيد والأربعين عندما قال الله عز وجل على لسان أو حكاية عن إبراهيم عليه السلام واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمعه ولا يبصره ولا يغني عنك شيئا إحنا الحقيقة كنا شرحنا قبل كده معنا كلمة يا أبتي وقلنا إنه إيه تأدية هي أصلها كلمة يا أبي كلمة يا أبي إنما حزفت الياء وعودت عنها بتاء وهذا أمر سماع عند العرب فالعرب يعني وضعوها كذا بلغتهم فنطقها القرآن بلغتهم فعودت عن الياء تاء فبقت بدل يا أبي بقت يا أبتي يا أبتي إنما بتلاحظ في النهاية إنه هذا الخطاب خطاب مؤدب من ابن بار بأبي يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام التزم العاطفة والحنو والاحترام مع أبي ما قالوش يا راجل يا ضلالي ما قالوش يا راجل يا كافر ما قالوش يا راجل يا ما بتفهمش حاجة لا لا فيه أدب حتى لو كان أبوه ده كافر وكبير الكفرة وكبير صناع الأصنام في بلده أو في وقته الذي هو فيه فبيقوله يا أبتي يعني إذن القرآن لا يقطع العلاقات بين الإنسان والإنسان حتى لو كان أحد هذين أحد هذين البشريين كافرا لا القرآن يحافظ على هذه الوشائج والعلاقات بشكل عظيم جدا إذن هناك علاقة علاقة سببية وعلاقة نسبية خد بالك بقى العلاقات بين الناس علاقة سببية وعلاقة نسبية علاقة سببية يعني زي علاقة الزوج والزوجة هما الاثنين أغرب عن بعض إنما لما تزوج الاثنين بقى فيه سبب للعلاقة بين الاثنين وهو الزواج إنما فيه علاقة اسمها علاقة نسبية زي علاقة الإنسان بأبيه وأمه أو علاقة الإنسان بأبنائه في هنا نسب ما بين الاتنين ده أبه ده ابن وخلافه ففي علاقة نسبية وعلاقة سببية الدين أو القرآن يقطع العلاقة السببية إنما ما يقطعش العلاقة النسبية يعني ما تقدرش تتخلص من أبيك علشان أبوك كافر لسامح الله حشاك يعني وحشا والدك وإنما الواحد يقدر يتخلص من زوجاته إن كانت مرتدة أو الزوكة تتخلص من زوجها إن كان مرتدا هو ده المعنى يبقى فيه فارق ما بين العلاقة النسبية والعلاقة السببية خدت بالحضرتك التفرقة بينهم ده أمر مهم جدا لأنه فيه ظهرة إشكالية هنا مهمة جدا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يصف أنه تقلب في أصلاب الطاهرين والطاهرات وهو كان ولدته من خيار من خيار من خيار من خيار فإزاي إزاي جد النبي عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم إذا كان أبو جد النبي آذر يبقى معنى كده إن جد النبي كان آذر فعشان كده العلماء وقفوا هنا قال لك الله ده هنا فيه النسب بتاع النبي كده بينتمي إلى واحد كان عابد للأصنام ودي عملت إشكالية كبيرة جدا فإزاي واحد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام كان عابدا أنه هو آذر بقى هو آذر أبو جد النبي الأكبر أبو إبراهيم يعني معنى كده طب إزاي هو هو يكون عابد للأصنام وصنع للأصنام وهو من سلالة أجداد النبي صلى الله عليه وسلم راح عندنا العلماء المفسرين في تراثنا الإسلامي العظيم بارك الله لنا في هذا التراث شو بقى العلماء وشو العلماء اللي بيمتنع فيه إن واحد يقول لك الفهلاوة ييجي واحد بقى بالفهلاوة يقول لك إيه لا يا عم ده أي حد ده هو فيه حاجة اسمها علم لا هو ده الدين ده أي واحد عاوز يعمل أي حاجة أي واحد عاوز يشوف أي حاجة الفهلاوة بتاعت المصريين اللي انت عارفها دي الله دينا بعض المصريين يعني مش كلهم لكن أنا عاوز أقول إيه فيه فهلاوة كده عند بعض الناس بتستغرب لها جدا إيه ده اللي بتعمله لا العلم ده ده الدين علم والدين علم له أساس وحنتكلم في الحتة دي في وقته وحينه إنما المهم ترجع مرجوعنا إلى إنه طب إيه الحل إزاي بقى جد النبي قال لك آه هو النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول تقلبته في أصلاب الطاهرين والطاهرات هو مش يقصد في العقيدة منهاش العقب العقيدة إنما يقصد لم يأتي أحد أجداده من زنا يعني ما فيش سفاح يعني ما فيش أي نسب حرام في الموضوع يعني نسب شرعي أو نسب محترم أو نسب ليس فيه سفاح ولا مخدنة ولا كلام فارغ من أول آدم من لدن آدم إلى أن جاء إلينا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم والله شفت الكلام يبقى إيزا الطاهرين والطاهرات ليس يقصدوا في المعتقد إنما يقصدوا في أصالة النسب وأن هذا النسب الطاهر لم يأتي فيه سفاح ونقط فيش أي حالة زنا حصلت في هذا النسب الطاهر وده دليل على إنه مش معنى إن إحنا نوصف واحد إنه كافر نوصفه إنه رجل مختل أخلاقيا أو متهتك أخلاقيا أو زاني لا مش معنى إنك تقول هذا فلان كافر إنه يبقى زاني أو إلا حرامي مثلا ولا فيه صفة من صفات المخلة بالشرف والمروءة لا ممكن يكون كافر إنما محترم كافر إنما مؤدب كافر إنما متربي كافر إنما بيأكل حلال يعني ما بيسرقش يعني ما بيمدش إيه دعو لا على المال العام ولا على المال الآخر ولا على مال الآخرين إنما لسانه عف وعنده أدب واحترام وأمانة اللي بيحصل مهو بيحصل الكلام ده وبالتالي الأخلاق زي ما نبهنا بنقول الأخلاق ليس لها دين يعني قد تجد إنسان ملحد لا يؤمن بوجود الله إنما عنده أخلاق ومروءة وأمانة وعفة نفس الكلام ده بنشوفه بنسافره بنقابل الناس بهذه الوطيرة وده شيء بيبقى يدعو إلى الإعجاب لأن الحكمة ضلة المؤمن والأخلاق هو الدين المشترك ما بين الناس أو المذهب المشترك ما بين الديانات إنما الدين لابد أن يحص على الأخلاق ده موضوع تاني بقى يبقى إحنا فرقنا ما بين الاثنين مع بعض ولازم تعرف الفرق ما بين الاثنين فشوف المعنى العظيم ده فإذا كنا بنقول إنه أذر ده كان كافر إنما ما قلناش إنه أذر كان زاني أو له في الصفاح أو في الفاحشة ده كلام محترم يبقى كده قدرنا نفهم تقلب نسب النبي المبارك صلى الله عليه وسلم في أصلاب الطاهرين والطاهرات إلا إنه بعض العلماء راح جايقين لنا معلومة في منتال عجب معلومة لها العجب هي إيه قال لك لا آذر ما كانش أبو إبراهيم الله 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 إزاي كلامت ده الآية واضحة بتقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر صراحة أنت جاي تقول لي النهاردة إنه آذر ما كانش أبو إبراهيم إزاي قال لك لا إنه الأبوة هنا نوعين اتنين أبوة مجازية وأبوة حقيقية يا خبر إزاي طب أعرفهم إزاي من بعض أفرقهم إزاي من بعض قال لك دايما تلقى الأبوة المجازية لابد أن يذكر فيها اسم الأب الأبوة المجازية اللي مش حقيقية يعني لازم اسم الأب يتقال إنما الأبوة الحقيقية لا يذكر فيها اسم الأب إزاي فهمنا قال لك عندنا في الفلاحين يقول لك يا واد فين أبوك محمد يبقى ما قصودش أبوك اللي انت منسوب إليه اللي انت جاي من صلبه وما ليقصد مين يقصد جار أو عم أو يعني رجل كبير مسن فبيعبر عنه بالاحترام في الأرياف أصلي الأرياف ده الأدب والاحترام الأرياف بيعرفه إيمة الكبير ويعرفه قدر الكبير وليه احترامه الحمد لله ما زال في رفنة المصري العظيم إلى هذا الأمر إلى الآن فين أبوك محمد أبوك محمد دي بقى يقصد بها مين واحد رجل كبير مسن أو جار أو خلاف فين أبوك عباس فين أبوك عيسى روح النادي لأبوك فرج شوف إنما لو قصده ينادي يقول لك روح نادي أبوك يقول لك ايه روح نادي أبوك خلاص ويسكت ما قولش أبوك فلان الله يبقى روح نادي أبوك يبقى أبوك الحقيقي اللي انت منسوب إليه شوفت المعنى فعشان كده لما جيل القرآن بهذه الطريقة كان لأن ده لسن عرب فعلا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه أذر قال لك ده من باب الاحترام لأن هذا الرجل كان عما له ولم يكن والدا له حقيقة قلنا لأ هتن دليل بقى قطعي من القرآن يأكد المعلومة دي قال لك نديك مثال فاكر انت الآية اللي ربنا بيقول فيها أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أعزلني الآية كلنا حفظينه آه أيوة نكمل إيه اللي حصل لما يعقوب جه يموت عليه سلام الله إذ قال لبنيه اللي بيقول لولاده يعقوب بقى ما تعبدون من بعدي قالوا نعبده إلهك وإله أبائك حلو أوي إلهك وإله أبائك انت عارف مين أباء يعقوب ولا مش عارف أو اللي فكرك يعقوب أبوه اسمه إسحاق إسحاق أبوه اسمه إبراهيم يبقى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أقول كمان يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كده عرفت أبائه مين ده كلام سليم ومن من إسماعيل إسماعيل يبقى عم يعقوب لإن إسماعيل أخو إسحاق من مين من الأب انت عارف إن إبراهيم اتجوزت من ستات أو كان معاهد يعني واحدة ملك يمين اللي هي ستنا هاجر عليها سلام الله وزوجة اللي هي سارة يعني عنده اتنين نساء عليه سلام الله ستنا سارة خلفت إسحاق ستنا هاجر خلفت إسماعيل يبقى إسماعيل وإسحاق إخوات من مين من الأب إخوات من الأب واخبالك من العلاقة بينهم إيه إنما إسماعيل مش أبو يعقوب ده اللي خلف يعقوب واحد اللي هو إسحاق إنما لحظنا حاجة غريبة جدا في الآية بيقولوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام ده معنى كده يا سادة يا كرام إنهم بيقولوا بنص الآية إنه إسماعيل من آبائهم من آباء يعقوب نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق المفروض في سياقنا اللغة ولو كانوا أصدهم من الأب النسب بس كانوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ونحن له مسلمون إنما حطوا إسماعيل ليه لإنه دليل على إنه الأعمام بيصنفوا من ضمن الأباء عشان كده ما تستغربش لو قال لك وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر فهو عمه ولكنه في مرتبة الأب لما له من مكانة ولما له من منزلة هنا بقى القرآن العظيم يعني شوف التفسيرات بتاعة العلماء ما تعرفش تختار مين أحلى من التاني هانا الرأي اللي بيقول إن الإله الصلبيين الإله الحقيقيين الأباء الحقيقيين هو المقصود بيهم اللي هو مجوش من مخادنة ولا سفاح عشان كده تقلبتوا في أصلاب الطاهرين والطاهرات ومش معنى إنه كافر إنه هو كان جاي من زنا كلام جميل قوي وكلام معقول ولا معناها إنه آذر ما كانش أبيه حقيقة اختار ما يرق لك لأن التفسيرين مهضمين وليهم معاني بتفتح أفق الخيال وإنت بتسمع الآية كده وعايش في حالة من حالات التدبر والتأمل بفضل الله تعالوا نكمل الآية فبيقولوا إذ قال لأبيه يا أبتي لما واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمعه ولا يبصره ولا يغني عنك شيء لاحظ إن سيدنا إبراهيم نفى ثلاث حاجات نفى ثلاث حاجات عن هذا الصنم اللي بيعبونه اللي بيعبده هذا الآذر ده آذر كان بيصنع الأصنام الغريب إنه هو يصنع الشيء ويعبده ودوة في علم التصورات المنطقية نوع من العبط أو نوع من التخلف لأنه لأنه إذا كان الإله مصنوع استحالة أن يكون هذا الإله صانع إذا كان هو الإله نفسه مصنوع الإله المزيف بتاعهم ده هو اللي عامل التمثال هو اللي نحت التمثال هو اللي نحت التمثال فطالما عمله مصنوع يبقى إزاي يكون صانع خدوا بالكم تعالوا ناخد قاعدة كده عشان نغضم بها الموضوع ونفهم الموضوع صفة الإله أنه لا يحتاج إلى غيره تعالوا بقى حسبها بمهلك أي إله أنت تظن أنه هو محتاج إلى غيره إلى غيره في أي شيء ما ينفعش إله لأنه لو كان إلها لكان قادرا لو كان إلها لكان إياه سيدنا لكان قادرا صانعا مستطيعا فاعلا ليس مفعولا ولا مقدورا ولا مستطاعا ده كلام احنا بنتكلم منطقة هو يبقى صفة الإله أن يكون قادر ولا مقدور عليه قادر أي بقى شيء تلمح منه تلمح بس تلمح مجرد تلمح أنه الإله دو يحتاج إلى غيره فيه يعرف أنه ما ينفعش إله طيب ما تيجي ناخد أنسلة كده لو قلنا أن الإله دوت له أب واحد قال لك كده ربنا له أب حاشا لله في الحالة دي هنعمل إيه هنطبق اللي احنا اتفقناه مع بعض نقول يعني الإله دوت احتاج لأب عشان يوجده والإله لا يحتاج إلى أحد يبقى لا يصلح إله إيه رأي حضرتك طيب لو قلنا أن الإله تزوج حاشا لله يبقى معناها أن الإله أرغمته شهوة أو أحواجته شهوة أو أرغمته حاجة إلى الزواج محتاج وحدة تعفه أو وحدة تسليه أو وحدة يفرغ فيها شهوته أو وحدة يخلف منها أو وحدة تونسه زي ما بيقوله يبقى على أول محتاج أول كلمة احتياج لا ينفعش إله لأنه لو كان إلها لكان قادرا والقادر لا يحتاج إلى غيره الظن حنقولها كل شوية لحد ما تحفظوه لو كان إلها لكان قادرا والقادر لا يحتاج إلى غيره مستغن بنفسه عن غيره سبحانه وتعالى جل وعلا أمار يبقى علشان كده يقول لك قل هو الله أحد الله الصبت لم يلد ولم يولد يعني لا يحتاج إلى ولد يساعده ولا إلى أب يوجده ولم يكن له كفوا أحد فيش أي لمسيل ولا مضاهي ولا نظير ولا شريك ده التوحيد ده مهم بشكل خدوا ملكه ده أصل العقيدة وأصل الدين هو التوحيد لازم يكون عندك هذا التوحيد إنك يبقى فكرتك عن الإله إن الإله لا يحتاج إلى شيء وبالتالي لو مثلا لو قلنا واحد الإله بينام حشا لله هل الإله بينام؟ لو بينام يبقى الإله بيحتاج والإله اللي بيحتاج لا يصلح إله لأنه لو كان إلها لا كان قادرا والقادر لا يحتاج إلى غيره إيه ده؟ إيه الكلام؟ لو إله بيأكل يبقى هذا الإله لا ينفع أن يكون إلها لأنه احتاج إلى طعام والإله لا بد أن يكون قادرا والقادر لا يحتاج إلى غيره شوف المعنى وشوف العظمة بتاعة العقل والنقل لما يتفق على تنزيه الله سبحانه وتعالى عشان كده أنت تقرأ الآية الكرسي أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لهم ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية الكريم عرفنا بها هذا المعنى ونضمناه يبقى أن نقدر نفهم بقى الجو العام بتاع لقتنا بالله سبحانه وتعالى جل وعلا كل ما تتصور أن الله يحتاجه يبقى أنت يبقى ده لا يصلح كإله أصلا إله يحتاج ينان إله محتاج يأكل إله محتاج الجوز إله محتاج ولد إله محتاج يولد إله محتاج حد يساعده لا يصلح إله إله إيه ده خلاص الإله عندنا الصفة كاملة الكمال والجلال للذات الله سبحانه وتعالى لم تأتي إلا لوحد فقط هو الله عز وجل طيب علشان كده أنت بتفرج مثلا لو أنت رحت لشرق أسيا أو خلافه وشفت الناس اللي بيعبدوا بوزة أنت تندهش اندهاش غير عادي هتجد أنه هم بيقدموا لبوزة ده تمثال حبارة الحجر كده بيعبدوه يعني بتكتشف أنهم بيقدموله موز وفكهة وعيش بيقدموله قرابين الإله دوت اللي بيتحطره أكل وشرب ده يعني ده ده إله محتاج يأكل ده قد القصة كده عشان كده لو تاخد بالك إحنا عندنا أي أضاحي أو أي هدي ده معمول للفقراء مش لله أمال تقول أنا بأطبح خروف لله أطبح خروف لله يعني أطبح خروف للمساكين علشان الأجر بتاعه يدهوني الله هذا المعنى ربنا عشان ينفي عنك الحكاية دي أو يطلحها من دماغك قال لك لن ينال الله ها لحومها ولا دماؤه هو لك يناله التقوى منكم اللي بيطلع على ربنا هي التقوى نيتك الخلصة لله إنما عطف تكر ربنا بيأكل لحمة ولحشة لله سبحانه وتعالى لا تدركوا الفهم ولا تحيطوا به العلوم ولا يعرفوا بالحواس ولا يدركوا بالقياس ولا يقاسوا بالناس وكل ما خطر ببالك الله أكبر من ذلك سبحانه وتعالى جل وعلا قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فشوف المعنى العظيم ده يا أخي الفاضل وابنتنا الكريمة القرآن بيقول على لسان إبراهيم إبراهيم بقى بيكلم وهو فتى فتى يعني ما اللي هو تحت سن الشباب يعني يعني اللي واحد بيبقى جنين وبعدين رضيع وبعدين صبي وبعدين طف وبعدين فتى وبعدين شاب وبعدين رجل وبعدين كهل وبعدين عجوز وبعدين شيخ فشوفي التضرغات البشرية ففتى ديت اللي ما بين الطفولة والشباب إنما عنده منطق وعنده رواءان بال وعنده تركيز وده دليل على إنه الفتوة في القرآن مش معناها العنف لا الفتوة معناها السن المتقدم الشباب اللي هو بداية سن الشباب بيكلم عن أصحاب الكهب بقول إنهم فتياتهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى بيكلم عن إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقالوا له إبراهيم يعني في السن الصغارة دي وعندهم مقاييز جيدة مش مش إحنا اللي نفهمين الولد يقول لك ده عايل يا عمي سيمو ده عايل صغير ده حدث الولد يعمل كل جريمة وييجي بعض مواد القارون يقول لك لا ده ده 18 سنة ده حدث حدث إيه ده بيقتل ويحرق ويضمر ويقطع طريق وتقول لي حدث أم الله ده 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 كلام غير منطقي لا يابد إن إحنا ننزل بالسن المسئولية علشان إحنا الأولاد ده حتى كبروا خدوا بالكم من الأولاد كمان في زماننا كبروا عن الأول يعني إحنا في زماننا كنا في سن الصغيرة سن 13 سنة 14 لسه ما نعرفش حاجة النهاردة أي طفل في السن دي بيدخل على النت وشاف كل حاجة وقرى كل حاجة وفي يعني الإدراك العقل بتاع الأطفال اللي موجودين دلوقتي بلاد أنت أنا وإنت دلوقتي غلابة ده احنا بنعرف قدام الإولاد الصغيرين دول ما بنعرفش حاجة فلازم أن نفهم أن الإدراك دوت سنه لابد من تعديله من عام إلى عام التفاكر زمان كانت الأمية معناها إيه؟ الأمي هو الذي لم يكن يقرأ ويكتب ده كان التعريف الدولي أو العالمي الكلام ده ولذلك يقول لك فصول محو الأمي التعرف الأمية النهاردة هو إيه؟ تعريفات المنظمات الدولية حتى تتخيله الأمي اللي اليوم هو الذي لا يعرف الكمبيوتر اللي ما بيعرفش يدخل على الكمبيوتر ويتعامل معاه هو ده الأمي في التعريف الدولي خلاص موضوع الإله والكتابة ده فات وقته تقول لي لسه النهاردة ناس ما بتقرش وما بتكتبش يا خبر أبيض ده كلام لازم نفوق لنفسنا وبسرعة لأن الزمن تجاوزني وتجاوزك خلاص الدنيا بتتطور فسيدنا إبراهيم بيقول لأبيه بقى إيه؟ يا أبا تليما تعبدوا ما لا يسمعوا ولا يصير ولا يغني عنك شيء أنا تعجبني أوي خدوا بالكم الطريقة التلطف في الدعوة لأنه ربنا بيقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعايزة الحسنة وبالتالي من الممكن أنك أنت تنصح اللي قدامك من غير ما تجرحه توجه اللي قدام منك من غير ما تشتمه تفهم القصد منك من غير ما تتطول عليه فهناك طريقة اسمها طريقة السؤال يعني في صورة الكهف بتلاحظ حاجة غريبة جدا الراجل أنكر يوم القيامة يعني ارتد عيني عينك كده قال وما أظن ساعة قائمة ولئن رضيته إلى ربي لأجدانا خيرا منها منقلبة تصور بقى راجل وهو واضح وقولك ما فيش حاجة اسمها ساعة ما فيش حاجة اسمها يوم القيامة أنا ما ظنش أنه في يوم القيامة واحد يقول كده يا خبر بيض ده أبسط حاجة تقوله ده أنت كافر وستين كافر خلاص واضحت الكلمة إنما الراجل صاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت الله شوف شوف بص لاحظ الكلمة الهمزة للاستفهام قال له صاحبه وهو يحوره أكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفات إلى آخر الله فشوف المعنى الراقي كان يقدر الراجل يقوله يا كافر يا اللي كفرت بالله إنما إيه المصلحة أنك أنت تتخانق معاه أنت عاوز تخساره ولا عاوز تكسبه أنت عاوز تدعوه ولا عاوز تهزأه أنت عاوز تاخد بإيده للجنة ولا عاوز الكبر يركبه والشيطان يساعده أنه يخش النار على أديك لازم تساعده الناس أنه يدخلوا جنة فده ما لهش وسيلة غير التلطف بالدعو فبدل ما تقوله يا كافر يقوله إيه كفرت بتسأله يبقى السؤال فيه تلطف السؤال فيه ترقق السؤال فيه نوع من أنواع الأدب والاحترام فبتلاحظ الكلام بمنتهى الوضوح هو الرجل بيكلمه وهو سيدنا إبراهيم بيكلم أبوه قال لما تعبده مع أن أبوه بيعبد ما لا يسمع ولا يضصر ولا يغني عنه شيئا يعني كان إبراهيم يقدر يقوله إيه إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي إنك تعبد ما لا يسمعه وأنت تعبده ما لا يبصره وأنت تعبده ما لا مش كده صح ولا لا طريقة التهجم اللي بيعملها بعض الأبناء على أبائهم إن كانوا لقاهم على معصية ولا بتاع انت يا أبوه أصلك ما عرفش إيه لا شوف الأدب لما تعبده ما لا يسمعه ولا يبصر ولا يغني عنك شيء ده كلام طلطف في العبار زي واحد جاي لنا اللي يندي أنتوا بتشوفوه دلوقتي ومالي للدنيا كل ما يتكلم لازم يشتمنا يقولك إيه أنتوا ترسكم العفن أنتوا الأئمة بتاعكم النصابين أنت متخال حضرتك واحد جاي بيدعوك إلى تجديد الترس والله العظيم واحد بيدعوك إلى أنك تجدد الترس وأنك إنت تتخلص من تقديس العلماء يقوم يشتم لك العلماء ويشتم لك الترس ويطلعك أنت لا بتفهم ولا بتعرف حاجة وأنت مخ نطخين وأنتوا بتعبدوا الترس وأنتوا معرفة ده كلام عمره ما كان يؤدي إلى نتيجة لأنه بيستفز الناس لذلك الناس لا في ظط إنما اللي على شاكلته بس هما اللي اتبعوه فيه ناس على شاكلته في اللسان إنما شوف الجمهور الناس قال لك إيه ده استنفر الناس الناس بقى عامل أزمة في عقول وأسمع الناس لأن ما سمعناش حد بيجتم حد علشان يساعدوا على تجديد ترس أو تجديد فكر لا ده بقولوا ترسك العفن الأئمة السفحين الفقهاء النصابين العلم الحديث التافه ده دليل على إيه على تدني وهبوط في المستوى الأخلاقي مش على حدثة ولا على علم ولا على تنوير ولا على أي حاجة الدعوة أدب الدعوة وقار الدعوة احترام الدعوة رقي شوف ربنا يقول للنبي فبما رحمة من الله لإنت لهم ولو كنت ده بيكلم مين ده بيكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف النبي لو أنت النبي كان ممكن ننفض من حولك لو عملت إيه إيه اللي ممكن كان يعمله سيدنا رسول الله يخلي الناس تسيبه وتجري وتقوم وتنفض من حوله الغلزة بيقوله ولو كنت فزا غليظ القلب لنفضه من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين رقي رقي يعني أنا عاوز أقول إنه هذا هو الرقي في الدين أو في الإسلام فلذلك شوف في أبو إيه لما تعبده ما لا يسمعه ولا يبصره ولا يغني عنك شيء يعني إحنا بقى إبراهيم هنا عمل حاجة زكية جدا عليه الصلاة والسلام إنه هو بيقول لي بيأبيه بيقول له إيه مش هقولك إنه هو ينفع غيره لا ده مش قادر ينفع نفسه شوف بص إبراهيم بقى ارتقى والله زكاء غير عادي يعني إنت أنا وإنت لما نيجي نقنع واحد إنه الصنم دوت اللي بيأ واحد بيعبد التمثال زي بوزة فنقول له إيه نقول له البوزة ده مش هيقدر ينفعك أو يضرك مش ده اللي بنقوله لا إبراهيم ما عملش كده ده قال لك ده ما يقدرش ينفع نفسه شوف أرقه أسلوب أرقه ولذلك كلك هو الإله نفسه فاقد الحواس اللي أنت بتعبده دوت اللي هالمزيف يعني لما تعبده ما لا يسمعه ولا يبصره ولا يغني عنك شيء شوف له يا آبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا هنا إبراهيم عمل حكتين في منتهى اللطف خد بلك أبوه كان فكر نفسه إنه هو كبير الكهنة الرجل الفتك بتاع صناع الأصنام ما هو رجل عمل بيته معبد وبيصنع الأصنام وبالتالي فأنا عوزك تتخيل واحد بيصنع الأصنام والناس بتعتقد في الأصنام وكانت الناس عادتها إنها محتاجة صنم لكل حاجة وخلاص بقى ما هو مش قادر يتصور صفات الكمال في شخص واحد أو في إله واحد وبالتالي هو بيحط إله للجنس وإله للزرعة وإله للمطر وإله للنهر وإله للخير وإله للشر وإله للنار وإله للنور وإله للمية وإله للزرعة وإله للجبل وإله للنجوم شغلانة طويلة عريضة شغلانة طويلة طويلة عريضة على إنه شوف يحتاج إله لكل صنعة وكل واحد علشان ينظمه مع بعض بقى طبعا حيحتاج الأمر الهرموني رهيب أو تنصيق مين اللي حينظم لهم إن الإله دوت عاوز لو إله الأمر مثلا حشا لله عاوز الأمر يطلع من الساعة ستة للساعة تسعة طب يفرض إله الشمس قامت في دماغه إن الشمس تطلع من الساعة ستة للساعة تسعة حيبقى اخناء هائلة ما بين اتنين من الآلهة أن يريد أحدهما شيئا ويريد الآخر خلافه دل القرآن أوجازه في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لإني فعلا حيحصل التعارض والتناطح والتشاكس مش هيحصل بينهم أي اتفاق ولو حصل بينهم اتفاق حييجي واحد في وقت ما يغير رأيه مش إله بقى مش هو حر بقى في جبله والتاني حر في نهره والربح حر في ناره والخمس حر في شمسه يا أخي الحمد لله الذي لم يجعل لنا سيدا إلا هو سبحانه وتعالى جل وعلا قل الحمد لله وسلام شوف الحمد عرفت ليه بدأت بالحمد في صورة النمل قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفوا الله خير أما يشركون أما انخلق السموات والأرض أما انخلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به جنات مختلف فأنبتنا به جنات مختلف أعوذ بالله سمعين بسم الله أما انخلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به جنات فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبيتوا الشجرة الحمد لله رب العالمين أما انخلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق زات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أأي لهم مع الله بل هم قوموا يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزة أأي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أأي لهم مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أأي لهم مع الله تعالى الله عما يشركون أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أأي لهم مع الله قل هات برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون صدق الله العظيم في سورة النم الحقيقة يعني هو جمع كل الصفات العظيمة في يده عز وجل وفي قدراته عشان تفهم إنه هو إله مؤثر في غيره لا يحتاج إلى غيره بائن عن خلقه مستغن بذاته عن غيره عز وجل فعشان كده فسيدنا إبراهيم بيقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا صراطا يعني طريقا سويا مستقيما هنا بقى سؤال مهم جدا عاوزك تاخد بالك منه ابتلينا بناس لا علم عندهم ولا فهم عندهم ولا فقه عندهم مثل الشخص اللي أنا بكلمكم عنه اللي أنتو كلكم عارفينه ده الشخص ده يقول لك من أبكح عارف كلمة أبكح يعني ألف به جيمحة أكثر الألفاظ بجاحة تسمعها في حياتك رح جاي قال لك إيه الدين ما هواش علم خابر أبيض وما ليه يا أستاذ الدين إيه قال لك الدين ليس له علاقة بالعلم الدين ده حالة خاصة بين العبد وبين ربنا يعني معنى ذلك اللي عاوز حاجة بيعملها طب إيه رأيكم نشوف القرآن بيقول إيه هنا في الآية دية الآية دية في حد ذاتها أكبر دليل على إنه يعني يعني هذا الكلام كلام متساقط لا قيمة له اللي يقول لك إن الدين مش علم إيه الدليل على إن الدين علم سيبك بقى آيات كثيرة جدا بل هو آيات بينات في الصدور الذين أوتوا العلم ما علينا سيبك من قول يعني أو دعك عن هناك آية مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله ما علينا هنا بقى بص في الآية دية إبراهيم بيقول لأبيه يا أبتي إني جاءني من العلم اللهم صلى عليك يا سيدنا النبي أظن بقى دي مش محتاجة فزلكة من الفلحوس اللي ربنا ابتلانا به ده ده هو بيقوله كده صراحة بيقول لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صلاة صوي بس الظهر آذر كان عنده نفس التفكير بتاع صاحبنا كان فاكر إن الدين فهلاوة فهو كان فاكر يا والله في ناس فاكر الدين فهلاوة أمار يا واد دنف ده يا غير الفهلاوة فهو إبراهيم بيقوله يا أبتي إني قد جاءني من العلم ها يلا ركز معايا حضرتك وانت راجل متعلم هل إبراهيم كان عليه الصلاة والسلام كان مدرس فيزياء هل إبراهيم كان مهندس هل إبراهيم كان طبيب ها أسئلة اعتبروها أسئلة الحلقة يا طرق إيه العلم اللي عند إبراهيم إيه العلم اللي سيدنا إبراهيم بيقوله لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يبقى الدين بس وهو ده اللي أشرق ليه في آخر الآية أهديك صراطا سويا يبقى الصراطا سويا اللي انت بتقراها في الفاتحة أنا ليلة رافل نهار يا محترم وبتقوله اهدينا الصراط المستقيم اللي ربنا بقوله أن هذا الصراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبو لا فتفرق بكم عن سبيله فشوف المعنى عظيم القرآن بيرد على أي تساؤلات وأي شبهات فعلا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا الصراطا سويا دي كلمة لطيفة أوي لأن كلمة سويا يعني مستقيما والاستواء كلمة غير الاستقامة لأن الاستواء أعلى من الاستقامة الاستواء مفوش ارتفاع وانخفاض يعني لعوجاج جانبي ولعوجاج رأسي يعني حاجة مستوية فلات كده زيبوله كده مستوية زمان بتوع الهندسة كان يقولك إيه إنه الخط المستقيم هو أقصر أقصر مسافة ما بين نقطتين يعني اعمل نقطتين في ورقة هات ورقة كده واعمل نقطتين واعمل كذا خط عشان توصل النقطتين ببعض اعرف إنه أقصر خط في المساحة أو في المسافة هو الخط المستقيم الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين عاوز توصل الجنة امشي على الخط المستقيم وأن هذا الصلاة المستقيما جب من الآخر اختصر خش على طريق الله مباشرة فسيدنا إبراهيم قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا إبراهيم بقى عمل حكتين اتنين في منتعل أهمية الحاجة الأولينية إنه ما نفخش في العلم اللي بتاعه هو التانية إنه هو ما وطاش علم أبي يعني ما هزقش والده وما تكلمش بغرور بعض الناس يقول لك أنا أول واحد اتكلمت في الموضوع ده أنا عندي علم أنا اللي بحثت أنا وضحت المسألة أنا اللي اكتشفت الموضوع الفلاني اعرف على طول أن ده طبل أجوف طبل أجوف يعني كلام لا قيمة له لأنه العالم كل لازم يزداد تواضع العلم بيوصلك إلى قمة مش الغرور وصلك إلى قمة التواضع قمة انكار الزات قمة انكار النفس هو ده العلم لو كنت عاستي تكلم عن العلم فسيدنا إبراهيم بيقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم بص ما يتفوق عليك لا لا قاله بس حتة دي ما جاءت لكش ما لم يأتك فما قالوش يا جاهل وفي نفس الوقت ما نفاش العلم عن أبي يعني أبوه عنده علم مش عندي إبراهيم وإبراهيم عنده علم مش عندي أبي فسيدنا إبراهيم بيقول له ده اختلاف تنوع مش معناه أن أنا أكتر منك أنا عندي علم مش عندك وما بنفيش العلم اللي عندك يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك إنما الكلام بتاع إبراهيم مش معناه أن أبيه جاهل إيه الأدب ده تعالف فكرني بمين فكرني بالخضر هو مع موسى عليهما السلام سيدنا الخضر وسيدنا موسى لما قابلوا بعض فسيدنا موسى كان نبي وسيدنا الخضر طبعا نبي بس غير مرسل في أرجح الأراء يعني فسيدنا موسى بيقول للخضر إيه فوجد عبدا من عبادين أتناه ورحمته ما عندنا وعلمناه من لدون العلم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدة شفت المعنى قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصميره على ما لم تحد به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى وحدث لك منه ذكرى شايف العلاقة إيه فسيدنا الخضر مشي مع موسى وقف قدام بحر وبعدين جاء عصفور لأطلقت اطنيق قطيرة مياه من البحر فسيدنا الخضر بص الموسى قال له يا موسى يا ابن عمران هل رأيت ذلك العصفور أنقص من ماء البحر شيئا فسيدنا موسى قال له لا يعني عصفور قد كده خد إيه من بحر قطيرة ماء يعني إيه يعني أصلت البحر إيه قال له يا موسى يا ابن عمران ما علمي وعلمك وعلم السابقين واللحقين وعلم الأولين والآخرين وعلم أهل الأرض أجمعين في علم رب العالمين إلا كما أخذ ذلك العصفور من باقي ذلك البحر شوف العظمة شوف المعنى بتاع يا سلام على العلم ده هو قال ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء يبقى إذن الدين علم وسيدنا موسى كان متأدب جدا في منطقة طواء سيدنا أبراهيم كان متأدب جدا وفي منطقة طواء وبيكلم أبيه بقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك الصلاة سوية هنا بس تخدم القرآن كلمتين اتنين لاتنين أنت شايفهم متراضفين يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك إيه الفرق من فعل جاء وفعل أتى أهم الفعلين جومهم لو أنا سألتك جاء يعني إيه تقول لي يعني أتى وروح تسكت كده قلت لك أتى التلميذ إلى المدرسة معنى إيه حتقول لي جاء التلميذ إلى المدرسة شوف عندك أنت متراضفين إنما في القرآن مش متراضفين العلماء لحظوا إن فعل جاء بيجي بصعوبة خد بالك فعل جاء بيجي بمعاناة إنما فعل أتى بيجي بسهولة شوف لذلك لما يكون حاجة متعلقة بإرادة إلهية ولك أتى أمر الله فلا تستقل شوف ما قالش جاء أمر الله شوفت إزاي لو جي مثلا يقول لك إيه إذا جاء نصر الله والفتح لأن فيها معركة وفيها يا سلام شوفت فعل جاء يأتي فيه مراحل أو يأتي بشدة أو يأتي بعنف إنما أتى يأتي بسهولة خطف شوف قل أرأيتم إن أتاكم أمرنا ليلا أو نهارا أتاكم أمرنا في لحظة في ثانية في جزء من الثانية يأتي كلمة أتى دي فهنا رجع في الآية تانية بقوله يا أبتي إني قد جاءني من العلم يعني أنا أعد تفكر وأبحث وتأمل وتدبر وما لم يأتك أنت قاعد مكانك فأنت متصور أن أحجي لك هذا العلم من غير ما تاخد بالك وتنتبه وتتأمل وتتدبر وتتفحص وتنظر حولك مش حينفع فأنا شوف استخدام القرآن لللفظين يا جماعة الفعلين إعجازي غير عادي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك وهنا التوضع متى إبراهيم إن نستخدم حرف من الذي يفيد من معانيه الطبعيد من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا أهديك يعني إيه ده إحنا عارفين إن الهادي هو الله إنت حتهديني آمار الهداية نوعين اتنين هداية بالمباشرة وهداية السببية المباشر للهداية هو ربنا هو هاد الجميع إنما السبب بتحقيه إني واحد يقول لك كلمة يهديك إلى الله يبقى إذن كلمة الفعل الهدى يأتي منسوبا إلى الله تارة قال تعالى من يهديه الله فلا مضل له ما يهدي له فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ويأتي أحيانا بالسببية زي ما يقول للنبي وإنك لا تهدي وإنك لا تهدي إلى صلاة مستقيم يبقى مرة يجي منسوب إلى الله موفي أفعال خدوا بالكم قد تأتي منسوبة إلى الله وتأتي منسوبة إلى البشر زي مثلا أنعمت بنقول لربنا صلاة الذين أنعمت عليهم لأنه بالمباشرة إنما بالسببية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ده كمثال بسيط هذا كلام يحتاج إلى بيان وإلى شرح وتوضيح مرات ومرات ومرات نسأل الله أن يعني يرفع أقدارنا عنده ويضع أقدارنا في أعيننا نسأل الله أن يزيدنا تواضعا وخشوعا وخضوعا لأمره نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص فيما عملنا وصلى الله على إمام المخلصين العالمين العاملين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله